السلام عليكم طلاب الخامس دادي واليوم ان شاء الله لدينا حلقة جديدة وهي ثانية حلقة على يونج 3 بالحلقة السابقة اشرنا التمارين اللي تقرغ بالامتحانات حلقة السابقة اشرنا على كتاب النشاط شنو الشغلات اللي تنقري بالامتحان التحليلي شنو النشاط ووصلنا بنهاية الحلقة قلت لكم نتوقف يم اف الشرطية اف الشرطية من الدروس المهمة جدا بالخامس لانها اساس للسادس اف الشرطية اخذنا زيرو الحقائق والعادات المضارع بمضارع باحدى الحلقات السابقة مع الملخص اما اليوم رح ناخذ الحالة الاولى الحالة الاولى اللي هي احتمالية وقوع الحدث اف بمضارع ولو مصدر والول هنا جاي بمعنى الاحتمالية اذا الاف جدت بالبداية لازم وراها مضارع بسيط اف وراها مضارع اما الجملة الاخراش رح تكون ولو مصدر شلون ست تبهوا اياي نستخدم الحالة الاولى من اف للتعبير عن احتمالية حيث تدخل اف على جملة سبب وتكون مضارع بسيط يعني شنو مضارع ست يعني اذا الفاعل هي شيئة س شخص ثالث ماكو هي شيئة الفاعل يبقى ما بي س شخص ثالث بدون س اما جملة النتيجة فتكون مستقبل ولو مصدر تذكر اذا كانت اف بداية الجملة من تجي الاف بالبداية اكو فارزة تصير وراء اول جملة بينما اذا الف بالنص ما نحط فارزة ذا كل وقت اما اذا كانت بالوسط فلا يجوز كتابة الفارزة اي تحديد زي ملاحظة مهمة تنتبه عليها منبهتك عليها هنا وطبعا اذا اشرح لك ياه اعتبرتك طالب سادس بالمناسبة فرح اقول لك انتبه ترى اي تحديد موعد مضارع او مستقبل يعني اي تحديد موعد مضارع او مستقبل يعني من تشوف now, tomorrow, this week هاي تعتبر من الادلة على الحالة الاولى طلهب شوية صفيلي دماغك بمستوى خلي نقول اعلى اث الشرطية اللي اخدتو لي حد الان ودحش على مستوى نصف السنة zero وfirst zero اخدتو خب حلقات سابقة اث بمضارع وياها مضارع وقدنا حقائق وعادت الفيرست الاحتمالية الحالة الاولى اث بمضارع والله بمازر شنو الفرق بالمعنى غير القاعدة zero تحديد عن اشياء بشكل عام يعني الميقرة يرسب اليقرة ينجح مثلا اذا اذا المطرت على النوع اطلة من تمطر على النون اطلة شي متكرر الحدوث بعد عادات يعني فهي شي متكرر الحدوث if my son is late اذا ابني يتأخر he calls me خابرني من يتأخر يخابرني مدحش عن يا يوم بس من اقول if he is late tonight اذا الي الي يتأخر he will phone me رح يخابرني يعني من حددت موعدك انما خصصت الحدث يعني حددت موعده الي قلت شوقت على يا امتحان على يا يوم صارت حالة اولى يعني دحش عن شي معين مو دحش انجنيرال بشكل عام سين اتمنى تقولون فاهميني يعني انت يمكن تقولي يعني شا سبب هذا الكلام ام مجرد ف بمضارع وياها مضارع هاي زيرو واذا حالة اولى ف بمضارع ولا بمضارع لا انت احيانا من معنى الجملة تحتاج تقرر هاي الاف بمضارع شنو رح يجي وراها فاذا الجملة كانت حقائق او عادات طبع usually always اشياء متكررة الحدوث هاي زيرو بس اذا شي محدد تتكلم عن شي محدد عن يوم محدد عن امتحان معين tomorrow next week this week اعرف انه هاي حالة اولى اف بمضارع ولا بمصدر ولا بمصدر اف بمضارع ركز على التفاصيل اف يجي وراها مضارع بسيط ثم جملة مستقبل ولا بمصدر المضارع البسيط نقصد انه الفاعل رح يكون اما اذا هي او شي او ات فعل بي اس اي ذي وي وفعل ما بي اس وارجع راجع بالصفحة الاولى بالملخص المضارع البسيط النفي الاثبات المضارع البسيط بكل حالاته السؤال كله بالصفحة الاولى طلاب اذا هنا المضارع البسيط اما will او will not ممكن حتى مو الا will must ممكن وبالنفي قريتكم تتعلموها نفي will want want واذا تنسى اكتب will not ما يحاسبوك عادي must انه في mustn't خاف تجي كمان فيه ممكن استخدم will او must حسب كتابك تذكر عزيزي طالب ان الجملة التي تتبع if تكون مضارع بسيط فاذا كان الفعل الرئيسي فعل عمل يعني go او play او work انتبه للاضافة ما الاس الشخص الثالث لا تنسى اما اذا كان فعل من افعال المفرد هاي طبعا هي اللي هي والشي والاتن طيال الشخص الثالث اما اذا كان الفاعل جمع ترى الفعل تعوفه كما هو الفعل اذا كان بي يا طلاب باعش كاتبت لكم هنا بالتلخيص كاتبت لك اما اذا كان الفعل الرئيسي بي فرح يصير low is low are low am حسب فاعل اللي يسبق المثال يعني هنا if you call ماريام she will help you i will help him i will help if he comes back tomorrow بينما الفعل ب if the tickets ويطيكم يا هيتش بالامتحان شي يقول لك يقول لك if the tickets be too expensive we go we will go won't go ما نروح للكونسرت للحفلة السلفونية tickets جمع وانت عندك if وياها مضارع فرح تسويها R بعد كاملي احنا ليا صفحة 35 بالملخص شوف ويايا الفعل ب يصير is أو are أو am هنانا if the shops are shut I'll be annoyed رح أنسج هاي تذكرة إليك بالنسبة للفعل ب أمثلة if it be sunny tomorrow بعد أنه back tomorrow I will wear my sunny glasses البس نظارات اللي ات مفرد اللي بيتصير is if it is sunny if we be late إذا نتأخر عزيز ونو wait for us عزيز ما رح ينتظرنا will بمصدر حتلو من فيه want أو will ومصدر if مضارع اللي بالمضارع وي الوي يصير are تذكر إذا عندك نفي بالمضارع البسيط I they we don't ومصدر مجرد هيو أفعال العمل go play study هي شي it doesn't وموجود بالصفحة الأولى للملخص if the plane not leave now I will miss the meeting will مصدر if بمضارع if the plane doesn't leave طلب بالله هاي جتي بكالوريا صف سادس الجملة if the plane إذا الطيارة doesn't leave now إذا ما تطلع حس I will miss the meeting if that the rain المطر not stop ما يوقف المطر we will stay طلاب انتبهوا will stay اتكم will بمصدر إذن هنا if بمضارع فحتقول if the rain doesn't stop ثلاثة if you not take drinks with you إذا ما تاخذ مشروبات وياك you will get very thirsty thirsty يعني عطشان ست اللي يهمني you will get will بمصدر if بمضارع not take if you don't take أربعة if the car breaks down إذا السيارة اطلت ولي not know how to fix it ما رح يعرف الشون يصلحها بقى لتمرين جدا مهم بكتاب النشاط صفحة 57 مهم جدا اللي هو في الشرطية if everybody تنبيه كلش أساسي ترى somebody with someone with everybody with everyone with nobody with nobody everybody شوشك أبالك جمع لا ذول يعتبرون فاعل مفرد فرح تقول if everybody ما أقول come أقول comes if everybody comes إذا الكل يجي there will be حوالي رح نصير 38 شخص at the party ثنين if I fail the exam إذا ما جاوب بالامتحان I will be really disappointed رح أحبط if you don't take drinks with you if you don't take drinks you will get very thirsty حتشعر بالعطش أربعة if I become captain I will give you a place in the team شان لعبك بالفريق إياه لو كيفي if I become إذا أصير captain I will give you a place if the car breaks down إذا السيارة تطل وليد will not know will not won't know ما رح يعرف شر ني صلح if the guests of the youth want more ice cream Nadia will go down to the shop and get it هاي كان صفحة 35 بالنسخة اليمي جائزة إنتو النسخة تتعدل تتغير المكاتب تطبعها بغير صيغة if you don't enjoy this book إذا ما عجبك الكتاب bring it back رجع لي and I'll send you another أدزلك واحد لغ وعندك هنا if we are late إذا إحنا متأخرين عزيز will not wait for us ما رح ينتظرنا إذا تأخرنا عزيز ما رح ينتظرنا ملحظة مهمة تخص سؤال الأم لا ما بقش نهاية الدرس رح يخلص عندك لاحظ إضافة الر قبل الكلمة تدل على تكرار الفعل تكرار الحدث ري رايت يعني قعد كتابة كل مهم طلاب ري ريد قعد قراءة ري هيت يعني قعد تسخين your office is a mess المكتب مالتك فوضى هوسة you should فراغ it كل مهم كتب عني you should reorder reorganize it you should reorganize reorganize ينظم reorganize عيد تنظيم نبدي بصفحة 60 مهم مهم جدا each team كل فريق got two goals juggling in the semifinal they had to replay the game إذن لازم يرجعون يعيدون replay إعادة لعب I can't read your handwriting ما عرف فقر خطك خطك بخار بط can you rewrite the address more carefully rewrite قعد كتابة العنوان بدقة أكثر in hospitals بالمستشفيات doctors throw their gloves away gloves يعني الجفوف away after doing something وراء ما يسوون شي they don't reuse them يعني وراء ما يستخدم gloves اللي هي الجفوف الطبية يرميها يتخلص منها they don't reuse reuse إعادة استخدام إعادة استعمال ما يستعملوها مرة ثانية عندك أيضا أربعة my mobile phone is dead موبايل يطفح you probably need to recharge the battery recharge يعني تأييد شحن البطارية خمسة the town was completely destroyed البلدة كانت تماما محطمة by the earthquake بسبب الزلزال they are starting to شي سولها rebuild they are starting بد to rebuild rebuild يعيدون بناءها now وقبل الأخير your office is a mess المكتب فوضى قلتها قبل شوية you should reorganize تعيد تنظيم وأخيرا سبعة مسألة رياضية that can be right هالمستحيل صحيحة let's redo the question from the start تعالي نعيد نحل السؤال من البداية طلابي هنا هذا الانشاء 100% ما أقدر أقول 100% نحن مرحلة غير منتهية يعني امتحى نص سنة بكيف الأساتذة بس 90% من المدارس رح يجيهم بنص السنة إنشاء حماية البيئة وطبعا وطبعا كوبي من ملزمت السادس إعداتي لأن هذا الانشاء إجاب السادس السنة 2014 وكل مهم بالخامس كل مهم العنوان تكتب لي فوق وذا تنسى نقصك واحد حماية البيئة تترك مسافة فارغة بداية كل مقطع نترك مسافة كلمة فارغة ونبدأ حرف كبير وورا كل نقطة نقطة مفارزة مثلا وورا هاي النقطة حرف كبير لازم وورا كل نقطة حرف كبير كم ليست إذن نبدي تركنا مسافة فارغة وبدأ تحرف كبير بلا شك that our environment البيئة مالتنا is becoming more polluted دت تصبح أكثر تلوث by menu industrial waste مخلفات صناعية green house gases غازات المنبعثة لتسبب الاحتباس الحراري والdeforestation إزالة الغابات قلنا بي أنا هنا رح أسولكم ياها بالطبع اللي بيتكم أريد هذه do you تبدي منها بس آني ليه انترجمة عندي فصائرة خواية انت خواه ما تكتبها بالترجمة do you see how today's technology affects هل ترى شلون التكنولوجيا الحديثة تؤثر بالenvironmental البيئة هذا المقطع الأول أريدكم تكتبون بين سطر وسطر تفرشون الانشاء بنص السنة من هالصفحة اليسار للصفحة اليمين وتكتب بين سطر وسطر وترتب ليه حتى تأخذ الدرجة كاملة الإعفاء كل على امتحان نص السنة تركت مسافة فارغة حتى يكونون أصدقاء للبيئة مثلا نقطع وكابتال نمشي أو نستخدم بايسيكلات أو بدل من سوق نستطيع طلاب إعادة تدوير إعادة استخدام الكاردبور بوكس صناديق الكارتون بلاستيك باكس تشاس نايلون ونعيد استخدام الووتر بطالة المي نقطة نقدر نقدر نخس الغسلة قصيرة and don't waste much water من بذر غوايا مي ترى هذا بالطباعة هذه فراغات صايرة أنت ما عندك فراغات we are brushing our teeth من نفرج أسنان نليش نعوف البوري مفتوح ما ندري all people must understand كل الناس لازم تفهم that we continue if we continue باعو if بمضارع if we continue what we are doing most of our natural resources will be done حتروح حتخلص تختفي حتى النفط يخلص كل شي ممكن يخلص إذا نبقى نبذر المي باعو هسا موجة الجفاف اللي إحنا بيها and our future generation وجيل المستقبل will have nothing to survive ما عنده شي يعيش عليه survive يعيش أو يحيا نختم الإنشاب نترك مسافة فارغة ونقول finally فأخيرا فارزة we should focus يجب أن نركز on renewable resources على الموارد المتجددة instead of wasting fuel بدل أن نبذر الوقود if we can help إذا نقدر نتعاون solving this problem نحل هاي المشكلة we can help make a better future for everyone حيكون عدنا مستقبل أفضل للجميع نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم بأيضا إنشاء ثاني مطلوب ب لأفرز العروض وشغل غواية رح ناخذ إن شاء الله بالفيديو القادم على unit 3 إذا نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم النسخة والملف موجودة على قناة التليجرام اللي رابطها أسفل الفيديو باي باي ترجمة نانسي قنقر